اشتركوا في القناة ولكن هل تسألتم يوماً عن فائدك وجود الأقواص هذه الأقواص قوس قوس في منطقة العمليات وكذلك في منطقة الوقنية ومدى فائدتها وكذلك وجود دائرة في وسط الملعب ومدى فائدتها هل تسألتم يوماً عن ذلك؟ إذا أردتم معرفة ذلك تابعوا الفيديو ولا تنسوا الاشتراك في القناة لمن لم يشارك بعد وشكر أولاً القوس المحيط بمنطقة الجزاء هذا القوس نصف الدائري يحدد منطقة التي يجب أن يقف عليها اللاعبون أثناء تنفيذ ضربات الجزاء عدى اللاعب المنفذ للركلة وكذلك يحدد المنطقة التي يجب أن يبتعد عنها اللاعبون سوى أن كانوا من لاعبي الخصم أم من الفريق الذي تم احتساب ركلة جزاء له من فوائدها أيضاً أن حارس المرمة لا يحتاج للنظر خلفه لمعرفة وقوفه الصحيح بين قائمي المرمة فيكفيه النظر لحدود القوس ليعرف أن المرمة خلفه بطريقة سليمة ومن فوائد القوس كذلك أن اللاعب عندما يسدد من خارج منطقة الجزاء في حالة حجب المرمة عنه يستطيع الاستعانة بحدود هذه المنطقة لدقة التسديد ثانياً دائرة منتصف الملعب ممنوع على جميع اللاعبين دخول تلك الدائرة عدى اللاعبين الذين يقومان بتنفيذ ركلة البداية كما أنها تعطي شكل جمالي للملعب ثالثاً منطقة الضربة الركنية تحديد المكان الذي سيلعب منه الضربة الركنية حيث يجب على اللاعب وضع الكرة داخل تلك المنطقة أو على خطها حالة حقها الضربة الركنية ليست جائعها time اشتركوا في القناة والمعب تحديد المكان سعراو التي الأطيرة قد توقها